اشتركوا في القناة بعناية تامة فيه كل الأسئلة المخترحة للفرض الأول وكذلك للاختبال الأول إذن هذا النموذج يعتبر كتحدي للتلميذ أتحدى أي تلميذ يفهم هذا النموذج وما يديش العالم الكامل 20 على 20 في مادة العلم فسيح وتكنولوجيا إذن تمرين الأول كما نلاحظ تجربة معناه معروفة ومخترحة بقوة التمرين الثاني فيه ثلاث معادلات فقط ولكن موازنة معناها تأخذ بعض الوقت الوضعية الإذماجية الوضعية المقترحة 100% نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول انطلاقا من التركيب التجريبي المقابل أجبعا على ما يلي إذن لدينا تركيب تجريبي إذن لدينا هذا الجهاز أو هذا الوعاء يسمى وعاء التحليل الكهربائي للماء أو يسمى وعاء التحليل الكهربائي فيه مصرييني سوف نشرح لكم هذا الرسم بالخف مصرييني من الغرافيت أو الفحم ما هو الغرافيت أبنائي؟ هي المادة الموجودة في قلم الرصاص هذه الغرافيت صحيح؟ كان واحد هنا واحد هنا ثم الغرافيت هاتين المصريين موصولين بدارة كهربائية بسيطة رافيها بطارية ومصباح المصباح راهمته هاج في ذي الحالة إذن ماذا نضع داخل الوعاء؟ نضع ماء مقطر نضيف إليه السودة لأن الماء المقطر لا ينقل سير كهربائي عندما نضيف السودة تحتبر نوع من أنواع الأملح مدنية يصبح ناقل للسير كهربائي ونضع أمبوب اختبار بعد أن نقوم بنكسه ما معناها نقلبهم ثم نضع كل أمبوب اختبار فوق مصراء السؤال الأول أعطي عنوانا مناسبا لهذه التجربة هذه التجربة كيف تسمى تجربة التحليل الكهربائي للماء نريد أن نحلل الماء كهربائيا إذن حتى أسهل الحل إذن حضرت هذه الورقة التمنين الأول عنوان مناسب مباشرة ما هو؟ التحليل الكهربائي للماء هاي هاراني جوابت على سؤال رقم واحد السؤال الثاني قال لك ماذا تلاحظ على مستوى الأمبوبين؟ معناه ماذا يحدث هنا وهنا على مستوى الأمبوبين أبنائي؟ اللحظوا بالأمبوبين راه مستوى الماء ينقص منهما تدريجيا غد يبدأ ينقص تدريجيا واللاحظوا بالله هذا الأمبوب راه مستوتها أقل من هذا حين أنتم بالنسبة للماء سنة ثالثة لا يهمكم هذا الأمر إذن ماذا سنرحض على مستوى الأمبوبين؟ لاحظوا إذن تصاعد ماذا؟ تصاعد فقاعات غازية بكل بساطة إذن الملاحظة تصاعد فقاعات غازية على مستوى الأمبوبين السؤال الذي يليه ماذا ينتج عن هذا التفاعل؟ وكيف يتم الكشف عنهما؟ معناها عن الناتج إذن ماذا ينتج؟ ينتج لنا أبناء غازين إذن ما هما؟ هما غاز سناء الهيدروجين وغاز سناء الأكسيجين كيف نكشف عنهما؟ بتقريب عثقة مشتعل إذن ركزوا جيدا ينتج عن هذا التفاعل؟ غازين هما غاز سناء الأكسيجين وغاز سناء الهيدروجين إذن لدينا غازين طريقة تكشف عنهما الآن نقرب عود ثقاب مشتعل من فوهات الأمبوبين الأمبوبين ما معنى؟ معنى أن نقف هذه الأمبوبين ونعود معنى أن نخرجهم من الوعاء هكذا معنى أن نخرجهم بعد أن أقوم بغلقها بغلق الأمبوب حتى لا يتسرب الغاز ثم أقرب منه ماذا؟ عود إثقاب مشتعل إذن الحالة الأولى إذا حدثت فارقع خفيفة دل على وجود الفارقع معنى غاز ثناء الهيدروجين مباشرة سنكتبها لكم أشنين سيركم تعرفوها إذن غاز ثناء الهيدروجين والحالة الثانية إذا زاد الإشتعال أو الإلتهاب دل على وجود أو إثنان معنى غاز ثناء الهيدروجين هنا نجمو نقوله نقرب عود إثقاب مشتعل على وشكل أنطفاء فيزيد اشتعالا أو يزيد اثهابا إذن دل على وجود غاز ثناء الهيدروجين رابعا ماذا تحتبر السودة في هذا التفاعل الأبنائي؟ السودة ألا هدرها هنا كم أندير السودة هل سيتم التفاعل؟ إذن لا إذن السودة تحتبر وسيط إذن السودة تحتبر وسيط وهي عامل مؤثر في هذا التفاعل إذن تحتبر السودة وسيط وهي نقول لها وسيط كيميائي كيميائي وأسيط كيميائي وهي عامل مؤثر عامل مؤثر في تسريع التفاعل نجمو قولوه في تسريع التفاعل الكيميائي لأن كل العوامل الأبنائي سواء كانت سواء كان الوسيط أو الضغط أو درجة حرارة أو سطحة التلامس كلها تسرع التفاعل بكل بساطة السؤال خمسة الآن عبر في جدول عن مكونات الجملة كيميائية قبل وبعد التفاعل التفاعل مش يقولك تحول حذاري معناه لا نذكر إلا الأفراد مشاركة فقط عينيا بالأنواع كيميائية ومجهريا بالأفراد كيميائية إذن هاولي نرسم لكم جدول هنا نجمع قوله قبل التفاعل مباشرة ونجمع قوله كيمونات مكونات الجملة كيميائية قبل التفاعل إذن كلاهما صحيح الآن عينيا ماذا كان لدينا قبل التفاعل كان لدينا ماء حذاري من دينوش ماء مقطر زائد فوضى هنا المهم عندنا المادة وهي الماء لأننا نريد أن نحلل الماء بعد التفاعل لدينا نتيجين ما هما غاز ثنائي الأكسيجين زائد غاز ثنائي الهيدروجين أبنائي عينيا معناه بالأنواع أعبر عنها بالحروف أو بالأسماء نكتبوها حرفيا الآن مجهريا أو بالأفراد كيميائية أعبر عنها بالسيغة كيميائية الماء سيغاته غاز ثنائي الأكسيجين غاز ثنائي الهيدروجين وأكون بهذا قد معناه أكملت الجدول السؤال السادس أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث مع موازنتها راح أكبرها لك بتبان قال لك أكتب معادلة أو وزنها سؤال ستة نكتب المعادلة التعالي شعرنا هنا في المتفاعلات عنا آش إثنان أو لأن المعادلة فيها متفاعلات ساهم نواتج إذن أو إثنان زائد آش إثنان حذاري أي معادلة بدون حالة فزيائية لا تقبل إذن ليك إذا سائل لأن المأسائل غاز غاز هكذا الآن ننتقل إلى الموازنة حتى نوازن هذه المعادلة ماذا نفعل؟ نكتب الذرات الموجودة في المتفاعلات هنا والذرات الموجودة في النواتج هنا إذن شعرنا كذرات عنا ذرة الهيدروجين لدينا إثنان لدينا أكسيجين ذرة أكسيجين لدينا واحد إذن نقرأها من هنا عندما لا يوجد أي رقم معناه واحد أو ولكن الترتيب يجب أن يكون نفس الترتيب من هنا معناه هنا أيضا نبدأ بالهيدروجين لدينا ذرتين ذرة الأكسيجين لدينا إثنان أيضا الآن نأتي بلوم مغاية حتى تكون معناه الإجابة منظمة الهيدروجين عنا إثنان في المتفاعلات وعنا ذرتين في النواتج متوازنة الأكسيجين عنا واحد إثنان إذن نضرب الواحد في إثنان الآن هذا الرقم إثنان أين أضعه؟ أمام الجزء الذي فيه أكسيجين ولدينا جزء واحد فقط في المتفاعلات معناه أضعه أمام جزء الماء إذن إثنان الآن هذه الإثنان اللي مطلحها من الأكسجين معناها الآن لا أنشرها على الأكسجين لقد طلعتها منها أنشرها على الذرة الأخرى ما هي الذرة الأخرى؟ الهيدروجين إذن إثناني في إثنان كم ستصبح أربعة؟ كان لدينا إثنان أصبحت أربعة وشطيبوا الإثنان وأضعوا الأربعة الآن عندي أربعة هيدروجين في المتفاعلات زوج هيدروجين في النواتيج إذن أضرب الإثنان في إثنان تصبح أربعة أين أضع هذا الاثنان وهو يسمى معامل ستوكيومتري أضعه أمام الجزء الذي فيه آش إذن هو آش إثنان أضعوا الاثنان هنا وتكون المعادلة متوازنة هكذا التمرين الثاني الآن أعطانا مجموعة من المعادلات وقال لك وازنهم لي نبدو بأول معادلة أبنائية رأني كاتبها لكم هنا هذه آف إثنان زائد سئال إثنان حديد زائد غاز تنائي كلور يعطينا آف أسئال إثنان الآن طريقة موازنة نفسها الطريقة السابقة غادي نديرها معتها غادي نسرعة شوية غادي نفهمكم موازنة معادلات معناها بالتفصيل الممين إذن لدينا آف أ تحتبر ذرة واحدة الحرف الأول بالحجم الكبير الحرف الثاني بالحجم الصغير سئال أيضا ذرة واحدة وهي ذرة كلور حذاري كين هنا تلاميذ يغطو يدير سي وحده ولا آل وحده حذاري مكاش درسمها آل كين سئال أي شعر عنا حديد عنا واحد شعر عنا كلور عنا إثنان ممتاز نفس الذرات اللي يتيبوهم هنا قد يتيبوهم هنا ما يتغيروش إذن آف أ سئال آف أ شعر مكتوبة هنا واحد معناه عندما لا تجد أي رقم معناه واحد السئال إثنان آضع إثنان الآن ركزوا غاية هنا واحد وهنا واحد متوازنة هنا ثمين هنا ثمين متوازنة معناه هذه المعادلة لا تحتاج إلى موازنة حذاري الأستاذ هنا يريد أن معناه يشوف التلميذ لا يركزوا يفهم ولا لا هذا معناه صار لها كل بيش إذن المعادلة متوازنة لا تحتاج إلى موازنة المعادلة الثانية الآن أي بنفس طريقة هذه المعادلات خاصة باحتراق فحم هيدروجيني وهو غاز الإيثان من اكتبه هنا زوج إيثان من اكتبه السي أش أربعة معناها السي واحد معناها غاز الميثان سي ثلاثة أش ثمانية البروبان سي أربعة أش عشر البوتان كلها تحتبر من عائلة الفحم هيدروجيني لأنها تحتوي على فهم هيدروجين أنا راني اشرحت لكم درس أمام الطولة ننوازنه الآن نكتب الذرات بشرط أن من يكون عناna فحم هيدروجيني نبدأ بالكربون ثم الهيدروجين هذه قاعدة ثم الأكسيجين نفس الطريقة كربون هيدروجين أكسيجين الآن كم لديها من ذرات كربون في المتفاعلة إثنان هيدروجين 6 الأكسيجين إثنان الآن في النواتج الكربون كم لدينا ركزوا واحد الهيدروجين كم لدينا 2 الأكسجين الآن معظم التلاميذ يحطوا 1 يشوفوا هنا وصيح ولكن لا تتسرى ابني وابنتي الأكسجين لدينا 1 زائد 2 معناه لقد تحسب الأكسجين في النواتج إذن لدينا 3 وخلاص تقول دائما CHO تصيبها 1 و 3 ترتيب من الدول CHO تصيبها 1 و 3 دائما لا تتغير سواء كان CH4 أو C2H6 أو C3H8 أو C4H10 دائما CHO تصيبها 1 و 3 نقوم بجلبة لون مغاير من الأفضل هناك كربون عندي 2 هنا 1 نضرب الواحد في 2 أين أضر الاثنان أمام الجزء الذي فيه معناه C8 هكذا H6H2 أضربها في 3 ثلاثة ونديروها أمام الجزء الذي فيه H إذن هنا الآن قبل ما نروح الأكسجين هذا الزوج راح طالح من الكربون معناه ينشر على الذرة الأخرى معناه ينشر على الأكسجين 2 في 2 كم 4 نكتبه 4 صغيرة هنا هذا 3 طلع من الهيدروجين معناه ينشر على الأكسجين 3 في 1 ثلاثة إذن ثلاثة ثلاثة زائد 4 كم إذن يساوي 7 الأكسجين كان ثلاثة نشطبه الثلاثة ونضعه 7 الآن لدينا 7 عدد فردي كيف لا يوجد رقم أضربه في 2 أتحصل على 7 لأنه عدد فردي كان معناه بالفاصيلة 3 ونص ولكن هذا غير مقبول إذن أقوم بوضع كسر بسطه هو نفس الرقم 7 مقامه هو 2 دائما لا يتغير مقام لا يتغير دائما 2 إذن أضع 7 على 2 أمام الجزء الذي فيه O إذن هنا 7 على 2 الآن كيف أتخلص من الكسر أتخلص من هذا الكسر بضرب كل المعادلة أبنائي في 2 شان نضرب 2 ونضربها نضربها أمام حذاري كانت تلميذيك تبليس 2 هذه يضربها في 2 تولي 4 وستة يردها 12 خطأ هذه السيغة لا تتغير إطلاقا لا تتغير إطلاقا هذا 2 معنى أقوم يضربه في المعاملة ستوكيومترية فقط هنا معنى 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 ستوكيومترية معنى أضربوها في الواحد إذن تصبح 2 وهذا الجزء أكتبه كما كان ننسي 2 آ 6 زائد 2 في 7 على 2 2 سيتخلصنا من الكسر ستبقى 7 7 ماذا؟ 7 أو 2 سهم 2 في 3 كم؟ 6 6 ماذا؟ آش 2 أو زائد 2 في 2 كم؟ 4 4 ماذا؟ 4 س أو 2 ونكون بهذا قد وزلنا المعادلة إذن هنا لا نسال حالب زائية غاز غاز ليكي تائل غاز إذن هذه هي المعادلة متوازنة معنى هذه هي المعادلة الأخيرة المعادلة الثالثة لدينا آليمينيوم زائد أو 2 زائد غاز هناك الأكسجين تعطينا آل 2 أو 3 لا كتبوا الذرة تعنا آل تحتبر ذرة واحدة ذرة الآليمينيوم الآل إذن آل لدينا 1 والأكسجين لدينا 2 آل لدينا 2 أوكسجين لدينا 3 ماذا نفعل الآن؟ هنا أيضا لدينا كسر على هذه أعطيتكم غير ثلاث معادلة تخطي هناك ينكسر هناك ينكسر معناها معادلة ترىها طويلة الآن عندي عندي واحد هنا آليمينيوم وعندي زوج هنا نضرب هذه الواحد وين في زوج زوج وين نديره؟ أين أضع هذا الاثنان؟ أضعه أمام الجزء أو أمام الآليمينيوم إذن مباشرة أضعه هنا الآن لدي أكسجين 2 أكسجين 3 ثلاثة عدد فردي مكانش عدد نضربه في 2 أعطينا 3 إذن أضربه في قص في 3 على 2 صحيح دائما قلت لكم البسط هو نفس هذا الرقم المقام هو الرقم 2 صحيح؟ إذن هذا الرقم أضعه أمام الأكسجين أو غاز تناء أكسجين ثلاثة على 2 للتخلص من الكسر أضرب كل المعادلة دائما في ماذا؟ في 2 إذن سواء نديره من أو لا نديره في 2 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 كيف كيف؟ الآن 2 في 2 كم يصبح؟ 4 ماذا؟ أليمينيوم إذن 4 آل زائد 2 في 3 على 2 غالي الاثنان تروح مع الاثنان تبقى أننا ثلاثة سيرانا تخلصنا من الكسر ثلاثة أو إثنان سهم إثنان في واحد هنا ما كان احترقا معناه واحد إذن تقول لي إثنان آل إثنان أو ثلاثة الحالة بزائية صلب الحالة بزائية هنا صلب وهنا غاز نبقى نتأكده 4 أليمينيوم زوج في زوج 4 أليمينيوم 3 فيزو 6 أكسيجين زوج في 3 6 أكسيجين إذن معادلة متوازنة ننتقد إلى أهم تمرين من تمرين هذا النموذج أبنائي المقترح 100% وهو الوضع الإدماجية بينما كانت أم خالد تحضر وجبة الغذاء على موقد يشتغل بغاز بوتان ها هو غاز بوتان أحد فهم هيدروجينية ها هو الموقد يشتغل بغاز بوتان قاعدكم شايفين عندكم معات المنزيل لاحظت أن الأواني قد تلطخت بطابقة من هباب الفحمي معناها الكربون تلطخت بالفحمة تحت معناها الكربون ها هو الناتج أول كلمة مفتاحية مهمة هنا وأن لون اللهب قد أصبح عفوا أصفر برتقالي أصفر برتقالي يحق إلى ماذا إلى أن الاحتراق غير تام مباشرة قام خالد بفحص الموقد فوجد انسداد في بعض الثقوب الثقوب هذو هما ها هما الثقوب ليجوا في الموقد عندما يحدث فيهم انسداد معناها أيضا ما يخلوش الأكسجين يدخل وبالتالي يكون الاحتراق غير تام فقرر أن يقوم بإصلاحها السؤال الأول فسر سبب تغير لون اللهب الموقد مخترحا حلا للمشكل معناها سؤال فيه إثنان السبب ما هو سبب أولا السبب هو وجود قلة من غاسون الأكسجين وبالتالي كان احتراق البوطان احتراقا غير تام إذن سأكتب الإجابة سبب تغير لون اللهب الموقد هو أن أنه أو أن غاس الأكسجين غاس تنائي الأكسجين موجود بقلة معناه أو بكمية قليلة بقلة ونكتبه بكمية قليلة وبالتالي وبالتالي كان احتراق غاز البوطان احتراقا غير تام صحيح لخصيح لون اللهب أصفر برتقالي مباشرة ولا برتقالي ولا أصفر محمر كلها ألوان ما عاد الأزرق الأزرق يوحي إلى أنه احتراق تام قال لك أعطيني حل الحل أول حل يليق لك تجيب كمية كبيرة من الأكسجين معناه تهوية المكان تهوية المكان بفتح النوافذ مثلا أيضا المشكلة اللي كان عندهم الأساسي هو الإنسدادات إذن ماذا نقول فتح الثقوب أو تنظيف الثقوب أو ثقوب الموقد من الانسدادات إذن ماذا نقول إذن فتح أو تنظيف ثقوب الموقد من الانسدادات إذن تنظيف نظفه إذن تنظيف ثقوب الموقد من الانسدادات صحيح عندنا حلين الحل هذا يجي عام في كل وضع يديروها الحل هذا خاص من يكون عندك موقد يقول له تنظيف ثقوب الموقد من الانسدادات جيد الآن السؤال الثاني قالك أكمل الجدول التالي قبل إصلاح الخلل هل هو احتراق تام أم غير تام إذن احتراق غير تام مباشرة إذن الجدول قالك ديلي الاحتراق غير تام ما هو الجدول عاوتاكم مكونة الجملة قبل التفاعل وبعد التفاعل عينية مجهريا إذن قبل التفاعل ماذا كان لدينا غاز ماذا غاز البوتان إذن كان لدينا غاز البوتان زائد غاز ثناء الأكسجين ولو كان بكمية قليلة ولكن يجب أن نضعه إذن نضع غاز من الأكسجين بعد التحول أو بعد التفاعل عفوا بما أنه تفاعل نذكر أربع نواتج إذن ماذا لدينا كنتج أول ماء زائد ماذا غاز أحادي وهو الغاز الخطير أكسيد الكربون زائد ماذا زائد الكربون اللي هو معناه اللي يسمىها لكم هنا هو باب الفحم اللي يتشكل على الأواني اللي هو الكربون هو الفحم زائد غاز ثناء أكسيد الكربون أعيد الماء غاز أكسيد كربون الكربون غاز ثناء أكسيد كربون هذا هو أنت ينجوننا في الاحتراق الغير تام الآن مجهريا نفس الكلام هذا ونعود لرده بالسياق كيميائية غاز البوتان سي أربعة آش عشرة زائد غاز ثناء الأكسجين أو إثنان غاز ثناء أكسيد كربون سي أو إثنان زائد الكربون سي زائد غاز أكسيد كربون سي أو أكسيد كربون ثناء معناه فيه زوج هذا فيه واحد زائد الماء آش إثنان أو سيرانا كم من الجدول شيء بسيط جدا السؤال الذي يليه أكتب معادلة تفعيل كيميائي بعد إصلاح الخالل ثم وازنها ما معناه بعد إصلاح الخالل معناه احتراق تام لأن المعادلة حذاري خطأ كارثي أن تقوم بوضع المعادلة في الاحتراق الغير تام وتوازنها ما كانش ما ما توازنها فسنة ثالثة توازنوا الاحتراق تام فقط إذن في الاحتراق تام ماذا لدينا سي أربعة آش عشرة حالف زائية غاز زائد الأكسجين دائما وبكمية كبيرة غاز ينجو الناس وشتع النواتج ما هما غاز هنا أكسيد كربون زائد الماء فقط هاي هذا احتراق تام إذن هنا لدينا غاز هنا لدينا لكي للموازنة الآن ماذا نفعل نكتب الذرات في المتفاعلات سي أاش أو قلت لكم الترتيب لا يتغير ونكتب هنا أيضا سي أاش أو شعر لدينا كربون أربعة هيدروجين عشرة أكسجين اثنان الكربون واحد دائما قلت لكم اثنين ثلاث قلت لكم حسوب غاز اتحب واحد اثنين ثلاث ه strongest الهيدروجين罫 اتنين اكسجين واحد زوج ثلاث الموازنة الآن هنا عندي أربعة كربون هنا واحد نضرب في ربعة أين أضع الأربعة أمام الكربون معناها أمام الجزء الذي فيه كربون معناها سي أو ثنين اربعة الهيدروجين عشرة وهنا ثنين نضربها في خمسة خمسة وين نحطوها أمام الجزء الذي فيه هيدروجين معناها أشنين أو خمسة الآن هذه نشروها الأكسيجين أربعة في إثنين كم؟ ثمانية زائد هذه نشروها في الواسخة حذارة في ورقة المسودة أو المسودة تسمى المسودة أو المسودة زائد خمسة في واحد كم؟ خمسة ثمانية وخمسة شحال ثلاثة عشر إذن نشطب الثلاثة يصبح لدينا أكسيجين ثلاثة عشر ثلاثة عشر فردي أم معناه زوجي إذن عدد فردي إذن سأستعمل الكسر نديره ثلاثة عشر هنا الفوق ونديره اثنين هنا تحت نحطه ثلاثة عشر على ثلاثين أمام الأكسيجين الآن للتخلص من الكسر ماذا نفعل؟ أضرب كل المعادلة وين في إثنان دائما نضربوها في إثنان ماذا تصبح الآن؟ إذن إثنان في واحد إثنان سي أربعة عشر عشر قاس دائما زائد إثنان في ثلاثة عشر على ثلاثين ثلاثة عشر تبقى ثلاثة عشر أو إثنان قاس سأهم إثنان في ماذا؟ إثنان في أربعة ثمانية ثمانية ماذا؟ سي أو إثنان قاس زائد إثنان في خمسة عشر عشر ماذا؟ آش إثنان أو لكيد إذن هذه هي المعادلة متوازنة أبنائي رقم تشوفوا بليران إيديكم كل الأسئلة المخترحة أتحدى أي تنميذي فهم هذا النموذج ومدلش لعالم العشرين عشرون على عشرون بإذن الله عز وجل آخر سؤال ما هو العامل المؤثر في هذا التفاعل؟ هيا ما هو العامل المؤثر؟ مينشوفوا احتراق تام غير تام؟ يسمى عامل إذن سأكتب الإجابة هنا الإجابة الخامسة والأخيرة إجابة الرابعة وليست خامسة إذن يسمى عامل تركيب المزيج الابتدائي إراني شرح لكم الدرس جيداً إذا منجه احتراق تام غير تام العامل يسمى عامل تركيب المزيج الابتدائي ولهو نفسه غاز ثنائي الأكسجين لأنه إذا زاد الأكسجين أصبه احتراق تام إذا قل الأكسجين أصبه احتراق غير تام وبالتالي الأكسجين هي أثره نفذ التفاعل وهذا الأكسجين أو غاز أكسجين يسمى عامل تركيب المزيج الابتدائي لأنه وفق معناه مركبات المزيج أو مكونات الحال الابتدائي هذه تسمى المزيج الابتدائي إذن في الأخير أتمنى أن يكون هذا الشرح واضح وبسيط أي سؤال أو سبسال أعزائي التلاميذ أتركوا تعليق أسف الفيديو وسأجيب عنه في الفيديو المقبل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته